موسيقى أخبار والرياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية احتفل مونشستر سيتي الإنجليزي مساء الاثنين بفوزه بالثلاثية التاريخية لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ولقب رابطة أبطال أوروبا وجابت حافلة النادي المكشوفة شوارع مونشستر حيث اجتمع الآلاف من المناصرين لتحية اللاعبين والطاقم الفني ورغم طهات للأمطار إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الاحتفالات وسط أجواء رائعة حيث عمت الفرحة واللعبين ومدربهم بيب غورديولا الذين تجاوبوا مع الأنصار في أجواء استثنائية وبهيجة يا له من موكب موكبنا أفضل موكب في هذه الأمطار وسوى ذلك لن تكون هذه مدينة مونشستر وهذه طبيعة المدينة يجب أن تكون كذلك ليست هناك شمس ساطعة أو رياح لا نريد شمس ساطعة نريد أمطارا وأمطارا هذا جو رائع عشت أفضل يوم وأفضل ليلة في آخر 24 ساعة ببساطة لا أعتقد أنني نمت أفادت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كيليان أمبابي رفض مقترح إدارة باريسان جيرمان الفرنسي تجديد عقده قبل سنة من انتهاءه وهو ما أثار مخاوف الإدارة التي تسعى إلى بيع المهاجم هذه الصائفة للاستفادة من رحيله في حال فشلت إدارة الخليفي في إقناعه بالبقاء مجددا وكشفت ذاته التقارير أن إدارة باريسان جيرمان منزعجة بشدة من رفض اللاعب الفرنسي تمديد عقده معها إلا أن هناك بعض الأنباء التي تشير إلى أن اللاعب أمامه إلى الحادي والثلاثين من شهر جوليا ليرفض أي محاولة لتمديد عقدها أعلن الاتحاد الفرنسي لقاتل غدم غياب أدنيان رابيو عن مبارتي المنتخب الفرنسي أمام جبل الطارق واليونان في تصفيات يورو 2024 بسبب الإصابة وذكر الاتحاد الفرنسي أن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي يعاني من إصابة في الساقة وقرر المدرب ديديي ديشان استبعاده من القائمة مقابل استدعاء بوبكر كامارا لاعب نادي أستون فيلا وكان منتخب وديوك قد فقد أيضا جهود ظاهير الأيصر فيرلماندي والذي استبعد أيضا من القائمة بسبب الإصابة ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية للتصفيات بالعلامة الكاملة بعد انتصارين على كل من هولندا وإيرلندا من جانبه أجرى منتخب إسبانيا حصة تدريبية في مقر معسكره في العاصمة مدريد الاثنين استعدادا لمواجهة إيطاليا يوم الخميس في نصف نهائي دور الأمم الأوروبية المباراة ستمثل الاختبار الجدي الأول للمدرب الجديد لويس ديلا فوينتي الذي فاز في مباراة وخسر في أخرى ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقابل اكتملت تشكيلة المنتخب الإيطالي لكورة القدم الاثنين عقب التحاق خماسي إنتر ميلان بمعسكرها الإعدادي لمواجهة إسبانيا الخميس في أنشكيدا الهولندية في نصف نهائي المسابقة وفي خبر آخر تجمع ما يزيد عن 300 من الجماهير الصينية من كافة أنحاء الصين أمام فندق الفصول الأربعة في العاصمة بكين حيث يقيم بطل العالم ليونيل ميسي رفقة المنتخب الأرجنتيني من أجل مواجهة أستراليا ودية يوم الخميس حيث حظي البلغوث باستقبال مميز من طرف الجماهير الحاضرة والتي تجاوب معها ميسي بطريقته الخاصة وقام بتحيتهم من الحافلة لقد تبعت الفريق لأكثر من 30 ساعة من المطار إلى الفندق فقط من أجل إلقاء نظرة على ميسي لم أستطع النوم وشعرت بالتعب الشديد ومع ذلك أنا سعيد للغاية عندما رأيته ذهب على الفور كل التعب والإرهاق شعرت أن هذه اللحظة التي أكون فيها قريبة جدا من أبطالي رؤية ميسي أمر لا يحدث دائما والفرصة موجودة هنا لأيام قليلة أعتقد أنني لن أذهب للنوم إنها مجرد فرصة لمدة خمسة أيام أو ستة أيام سأكون على ما يرام على أي حال أنا سعيدة للغاية أجل المنتخب الجزائري أول حصة تدريبية له بمركز تحذير المنتخبات الوطنية بالعاصمة الجزائر الحصة تدريبية عرف التواجد الوافدين الجدد على غرار المنتقل حديثا إلى روما الإيطالي حسام عوار وكذا لاعب أنجي الفرنسي أحمد عبداللي كما عرف التربص تعويض اللاعب أريس بل قبل للعب هشام بوداوي الذي غادر مقر الخضر بسبب الإصابة يذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه نظيره الأوغندي بالكاميرون يوم الثامن عشر جوان ضمن تصفية كان كوديفور على أن يواجه تونس سوديا في العشرين من الشهر ذاته توج السربي نوفاك جوكوفيج بلقب بطولة رولونغاروس للمرة الثالثة في تاريخه عقب تغلب على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعة دون عرد في المباراة النهائية اللقب إذن هو الثالث والعشرون لجوكوفيج في البطولات الأربع الكبرى ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاف الآن لطريق الماشد والضربة لا تعني إلا تسييدا بالطبع أشعر بالفخر والرضا بشكل لا يصدق أنا محظوظ بأن أتقاسم هذا اللقب مع أسرتي مع أطفالي وزوجتي ووالدي وكل من سندني في هذه الرحلة التي لا تزال مستمرة ولم تنتهي في بطولة رولونغاروس الباريسية عقب فوزه المثير على النرويجي كاسبر رود دفعه ورفعه ليكون أكثر اللاعبين تتويجا بأكبر عدد من البطولات الكبرى بثلاثة وعشرين لقبا متفوقا بفارق لقب واحد على الماتادور الإسباني رافايا نادال وبثلاثة على المايسترو سويسري المعتزل روجر فيديرال بطرة ترتيب اللاعبين المحترفين من الإسباني كارلوس الكاراس خاصة بعد هزمه في نصف نهائي البطولة بطل أبطال التنس وأول محترف يفوز بهذا العدد من الألقاف في التاريخ رفع السقف عاليا بما حققه وجعل حقبة الجيل الحالي ذهبية قاد اللاعب نيكولاي يوكيتش فريق دينفير ناجيس لتحقيق فوزه الأول في تاريخه بلقب بطولة رابطة الأمريكية للمحترفين في كرة السلة بعد فوزه الاثنين على ميامي هيت في المباراة الخامسة في النهائي بأربعين وتسعين نقطة مقابل تسعين وثمانين يفوز بلقب البطولة بإجمال أربع مباريات مقابل مباراة واحدة لميامي وسجل يوكيتش ثمان وعشرين نقطة كأفضل لعب في نهائي البطولة ولعب بذلك دورا كبيرا في الفوز الكبير لفريقه قطع المنتخب والجزائري لكرة القدم داخل الصلاة أشواطا كبيرا في طبعة السابع للبطولة العربية المقامة بالسعودية ووصل إلى ربع نهائي عن جدارة واستحقاق بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع البلد المنظم السعودية بأربعة هداف في كل شبكة وفي الجولة الثانية فاز على منتخب ليبيا بثلاثة هداف لهدفين ثم تعادل مع تاجكستان بهدفين لمثلهما وسيلاقي في ربع نهائي منتخب العراق سهرة اليوم للمرور إلى المربع الذهبي ختم الموعد الرياضي مشاهدين الأفاضل المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة